النبض ثقافي إبداعي عربي وحراك أدبي لا يتوقف هكذا بدت أجواء أرويقة وأجنحة معرض عمان الدولي للكتاب الذي انطلق بنسخته الثالثة والعشرين بمشاركة أكثر من أربعمائة دار نشر تمثل اثنتان وعشرين دولة عربية وأجنبية المعرض الذي ينظمه سنويا اتحاد الناشرين الأردنيين بالشراكة مع وزارة الثقافة الأردنية منذ عام 1999 يعتبره المختصون حدثا تقافيا وفكريا يؤكد على أهمية الكتاب في تاريخ الشعوب العربية على مر الأزمان طبعا تبادل خبرات ما بين المثقفي والأدباء والشعراء ودور النشر المختلفة في مقدم الأقطار العربية هذا يعني يوجد لحمة ويوجد أيضا رسالة مشتركة يتعبر من خلالهم في وقوفهم اتجاه قضايا أمتهم العادل إن شاء الله إماراتيا كما هو المعتاد في جميع نسخ المعرض جاءت مشاركة الدولة متميزة بحضور عدد كبير من دور النشر وفي مقدمتها دائرة الثقافة في إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب وبدأ ملفتا كذلك التنوع في الكتب المعروضة للزواري من إصدارات أدبية وعلمية واجتماعية وسياسية نادرة على المستوى العربي والدولي قدموا الكثير لمعرض الشارقة الدور النشر الأردنية من الجانب الأكاديمي الجانب العلمي هذا ما نقدر ننكر فضلهم لذلك تأتي المشاركة لتعتيز هذا الترابط التقافي اللي بيننا وبين المملكة الأردنية الهاشمية طبعا مشاركتنا اليوم بحيئة الشارقة الكتاب بهذه المنصة التقافية لإطلاع الجمهور الأردني على الحراكة التقافي في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات بشكل عام عنا حراكة تقافي كبير نعطيهم عن لقا نرفهم عن كتاب الإماراتيين الإصدارات الإماراتية الإبداع والثقافة الإماراتية هناك دور نشر من الإمارات في هذه الدورة أيضا زاد العدد عن الدورات السابقة الإمارات تشهد في الحقيقة تطور في صناعة النشر وزيادة في عدد دور النشر الموجودة داخل الإمارات وهذا شيء جيد ويدعم صناعة النشر سواء كان في الإمارات أو في الوطن العرف وعلى مدى أيامه العشر سيتاح لزوار المعرض حضور مجموعة من الأمسيات الفنية والشعرية والموسيقية ومعارض صور إضافة إلى ندوات ثقافية وأدبية لمجموعة من الكتاب والمتقفين والسياسيين العرب على مدى ما يزيد عن عقدين من الزمن حرصت الإمارات على المشاركة في كافة نسخ هذا المعرض بهدف التأكيد على أهمية الثقافة والعلوم والأداب في نهضة الأمم والشعوب من عمان لقنوات أبو ظبي حازم الخطايب